السلام عليكم معكم الشيف مصطفى من وطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل صاج محشي بالتونة والخضروات هنا ضفت قطرة زيت الزيتون وخليت عليه هذا خبز الصاج أسمر ضفت له كتشب ونشرته بالفرشة وضفت هنا عندي فطر مشروم ضفت له شوية ملح ومقطع هو وأيضا بنفس الطريقة فلفل أخضر مقطع وضفت له شوية ملح وهنا عندي تونة صفيتها من الزيت البية أو من الماء وضفتها يمكنكم متابعة صفحة مطبخ الأكلات العراقية على انستجرام إراكي فود كيتشين مكتوب بداية الفيديو ممكن تشاهدوها وتتابعوني عليها وهنا ضفت زيتون وضفت جبن مبروش قليل الدسم لأن هاي الأكلة صحية ومفيدة وممكن نستعملها بالعشاء وسهلة هنا من بعد ما طبقتها يكون الجبن ذاب ورح أشيلها هنا النار متوسطة لتخلوها على نار عالية ونفس الطريقة سويت وحدة ثانية بس بالخبز الخبز العربي إذا ما عدكم صاج وأنا قبل أسبوع تقريبا قدمت طريقة عمل خبز الصاج هاي بنفس الطريقة الخبز العربي اللبناني أيضا بنفس الطريقة سويته ضفت للفطر والفلفل الأخضر سمك التونة والزيتون هذا وأنتو شو تحبون خضروات ممكن تضيفوه هنا ضفت الجبن وهنا وحدة ثانية هاي صاج أبيض يعني خبز الصاج الأبيض وضفت ذرة مسلوقة وأي خضروات تحبون تضيفوها هاي حسب الرغبة وهي هاي الأكلة صحية ومفيدة لأنه ما بها أي دهون بس زيت الزيتون وزيت الزيتون مو مضر بالصحة وتستعمل للعشاء ومفيدة جدا وهذا شكلها النهائي جربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية شكرا